اكد المقدم طبيب مناف القحطاني السشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي لتصدي لفيروس كورونا اكد اهمية الاقبال على التطعيم في هذه المرحلات المهمة من مراحل التعامل مع الفيروس بهدف الحماية من مضاعفاته والتحورات الجديدة له منوها بان الفيروس المتحور دلتا يشكل خطورة متصاعدة على جميع الفئات العمرية وخاصة الاطفال والتطعيم هو السبيل للحماية منه عبر ما يقوم به من زيادة اعداد الاجسام المضادة في الجسم وتقوية جهاز المناعة لدى هذه الفئة العمرية وتوفير الحماية اللازمة لهم من الفيروس وأوضح القحطاني أن الارتفاع الملحوظ في الفترة السابقة لأعداد الحالات القائمة تضمن حالات قائمة لأطفال لم يقوموا بأخذ التطعيم داعيا أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين للمبادرة وتسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاما لأخذ التطعيم إذ تمثل هذه الفئة العمرية شريحة كبيرة من المجتمع وأشار القحطاني لأن أي حديث متداول عن خطورة التطعيم ليس له أسس علمية بحثية دقيقة حيث لم يتم إثبات خطورة أخذ التطعيم لهذه الفئة العمرية كما أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز مكافحة الأمراض والأوبئة توصيان بضرورة أخذ التطعيم لهذه الفئة للحد من حدوث مضاعفات أو وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر